ركزت وسائل الإعلام بمختلف أنحاء العالم في تغطيتها المكثفة سواء بالبث الحي عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أو عبر التقارير الإغبارية لأعمال مؤتمر الأطراف لتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 والمنعقد في مدينة شرم الشيخ ركزت على مشروع تفاق قمة المناخ بهدف الاحتفاظ بدرجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية لإنقاذ العالم من الأثار الضارة لظاهرة الاحتباس الحراري وكذلك قضية تعويض الخسائر التي ظلت الشغل الشاغل للدول الأكثر عرضة لعوامل التغير المناخي خاصة في الدول الإفريقية وفي القارة الإفريقية بالنظر إلى قلة مساهمتها في انبعاثات الغازات الدفينة وتعرضها مع ذلك لأسوأ عوامل تغير المناخ والمتسبب فيها بالمقام الأول الدول الغنية في الشمال وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات في تقريرها أن تداول الإعلامية ركز خلال اليوم الثاني عشر من أعمال القمة على اقتراب مصر من التوصل لإصافقات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بقدرات تبلغ 1 جيجاوات وتوقيع مذاكرات تفاهم لإنشاء مشروعات الطاقة للرياح باستثمارات 34 مليار دولار بالإضافة إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الاتفاق طموح حول تعويض الخسائر